شرع الجيش المغربي منذ مدة في توسيع حزامه الأمني في الصحراء المغربية وهو الحائط الدفاعي الذي تم توسيعه قبل أشهر وتحديدا بالقرب من منطقة تويذغي التي تبعد عن مدينة آث الزاك بحوالي 50 كم وهي المنطقة التي كانت تضم حزاما أمنيا قديما قبل أن يتم توسيعه بحوالي 17 كم وبذلك أصبح طول الجدار الأمنية المغربية أزيد من 2000 كم وتعليقا على هذه الاستراتيجية العسكرية المغربية التي باتت تعزز قدراتي على الأرض كشف عبد الرحمن مكاوي الخبير العسكري والأمنية خلفيات هذه الأخيرة وأسرارها موضحا للمواجهة الحقيقية مع ميليشيات عصابة البوليثاريو تتم الآن في المناطق المعذولة السلاحة لأن المواجهة العسكرية المباشرة أصبحت قليلة بالنظر لما يروج الانفصاليون من أخبار زائفة وحسب الخبير المغربية فقد أصبحت لسلاح الجو المغربية كلمة الفصلة بعد سيطرة الطائرات المسيرة للمغرب على الجو ورغم تلويحات عناصر عصابة البوليثاريو للقيام بعمليات عسكرية ضد الجدار الأمنية إلا أنها فشلت فشلا دريعا في تحقيق ذلك بدليل مقتل قائد المنطقة العسكرية الخامسة رفقة كتيبة من جنوده المكاوي كشف أيضا أن المغرب أصبح يمتلك قدرات عسكرية جوية متقدمة في المنطقة العازلة وشدد الخبير العسكري والأمنية على أن الاستراتيجية العسكرية المغربية الجديدة في الصحراء المغربية أصبحت تتغير وفقا للتطورات الميدانية وطبقا للمعلومات الاستخباراتية العسكرية التي تتوصل بها قيادة الجيش المغربية وبناء على هذه المعلومات العسكرية الدقيقة يتم تبديل أو تغيير الاستراتيجية سواء الدفاعية أو الهجومية ضد انفصالي البوليساريو وأوضح المكاوي أن المعلومات الاستخباراتية العسكرية هي التي تحدد مصار العمليات في المنطقة العازلة وعلى مستوى الجدار الأمنية الذي أصبح يبلغ طوله حوالي 2065 كم كأطول حاء الدفاعية في العالم وفي خبر آخر وبتعليمات ثامية من صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية استقبل الجنرال دوكور دارمي المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية اليوم الأربعاء بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بالرباطة السيد بانكو الأديوي المفوض المكلف بالشؤون السياسية والسلم والأمنة بالاتحاد الإفريقية الذي كان مرفوقا بوفد هام وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن المباحثات بين المسؤول تركزت حول مساهمة القوات المسلحة الملكية في مختلف عمليات حفظ السلام في القارة منذ سنوات الستينات تحت رعاية الأمم المتحدة بما في ذلك المبادرات الإنسانية ومنها إقامة مستشفيات عسكرية وطبية جراحية وأضاف المصدر ذات أن المسؤولين تطرقا أيضا للمواضيع ذات الاتمام مشاركة والمتعلقة على الخصوص بتجربة القوات المسلحة الملكية في مجال حفظ السلام والتكوين ومساهمة القوات المسلحة الملكية في القاعدة اللوجستية القارية للاتحاد الإفريقية في دوالا بالكاميرون وتابع البلاغ بأن المسؤولين أشادا بالدور الذي يطلع به المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية من أجل السلم والاستقرار والأمن في إفريقيا وقد جرت هذه الزيارة بحضور السفير محمد العروشي المندوب الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقية والملحق العسكري البحري والجوية بسفارة المملكة المغربية بأديث أبابا والمستشار العسكري للبعتة الدائمة لدى الاتحاد الإفريقية انتقد حزب فوكس الإسبانية المحثوب على اليمين المتطرف استمرار حكومة بيرو سانشيز في اعتبار المغرب شركا استراتيجيا وذلك بسبب تحميله المسؤولية عن موجات الهجرة الغر النظامية التي تصل إلى الأراضي الإسبانية وأيضا لاعتقاده بأن الريباط ترغب في ضم مدينتي الثبتة وامليليا المحتلتين وهو الموقف الذي عبرت عنه داخل مجلس النواب بعد دفاع مدريد المستميت على ضرورة تحسين العلاقات مع جارها الجنوبية واستمرار التعاون معه في العديد من القضايا وخلال جلسة برلمانية عامة أعربت الحكومة الإسبانية عن عزمها استئناف العلاقات مع المغرب بعد القطاعة الدبلوماسية التي تلت الأزمة المستمرة منذ شهر أبريل الماضية معبرة عن رغبتها في التعاون مع نظرتها في الرباط في جميع المجالات بما في ذلك موضوع الهجرة وهو الأمر الذي لم يحضى بقبول من طرف فوكس صاحب ثالث أكبر كتلة في مجلس النواب وهو الذي اعتبر أن الفترة الراهنة تمثل فرصة لإعادة تقييم العلاقات بين البلدين واعتبرت النائبة البرلمانية تريذا لوباث التي انتهبت بإثم الحذب اليمينية عن مدينة ثبتة العلاقات بين الرباط ومدريد تحتاج لإعادة تعريف وللوقوف على الأركانة التي تقوم عليها متسائلة عن ما هي الإشارات الإيجابية التي يتوصل بها قصر لامونكلوة من المغرب في الوقت الذي شددت فيه حكومة صانشيذ على أنه تضع ثقتها في الحكومة المغربية الجديدة لتكيف العلاقات الاستراتيجية بين البلدين لتتماشى وحجم الفرصة والتحديات المطروحة عليها وأوضحت السلطة التنفيذية الإسبانية على أن المرحلة القادمة ستبنى فيها علاقات جديدة مع المغرب على أساس التقى والاحترام والمصالحة المتبادلة مبرزة أنها قد بدأت بالفعل في استئناف تعاونها مع نظرتها في الرباط في جميع المجالات بما في ذلك الهجرة وهو الأمر الذي لم يعجب نائبة فوكس التي وصفت أن ما حدث في ثبتة من تدفق قياسي المهاجرين الغير النظاميين يمثل غذونا للمدينة المحتلة والتي يطالب بها المغرب واعتبرت المتحدثة أن إسبانيا عليها أن تفتغل المرحلة الجديدة من العلاقات لإظهار قوتها في الدفاع عن حدودها وعن ثيادتها على الثبتة وامليليا خالصة إلى أن المغرب مادام لا يعترف بذلك فلا يمكن أن تكون هناك أي علاقات جيدة معه لأنه يثعى فقط لضم المدينتين في إشارة إلى تصريحات رئيس الحكومة المغربية السابقة سعد الدين العثمانية في دوشنبر من العام الماضي حين اعتبر أن قضية الثبتة وامليليا مثلها مثل قضية الثحراء ترجمة نانسي قنقر